هذه المشاهد التي نراها هي واحدة من نتائج الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليمن الأسبوع الماضي فبحسب منظمة الأمم المتحدة تضرر أكثر من تسعين ألف شخص من هذه الأمطار وقد تركزت معظم الأضرار في محافظة حجة أما بالنسبة لعدن المحافظة الجنوبية فإلى جانب أضرار أصابت البنية التحتية جراء السيول داهم خطر آخر سكان هذه المدينة إنها الكوليرا هذه المستنقعات المائية التي تكونت في حي صلاح الدين خلال الأمطار الأخيرة هي بيئة مثالية لانتشار الكوليرا وأمراض أخرى وإصابة سكان هذه الأحياء والأحياء المجاورة بهذا الوباء 28 حالة إصابة وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى مركز علاج الإسهالات المائية الحادة في مستشفى صلاح الدين بعدن فئات عمرية مختلفة تتواجد هنا منهم هؤلاء الأطفال طبعا كانت في البداية الحالات خفيفة لكن حاليا الحالات بكثافة وبالذات من يوم نزلت الأمطار في منطقة صلاح الدين تفشى المرض بشكل كبير جدا فنحن نطالب الجهات المعنية بتكثيف الجهود والدعم لهذا المركز وتكثيف منابع الوباء بهذه الإمكانة البسيطة والأسرة المنفردة الخالية من أي اهتمام يواجه القائمون على هذا المركز والمرضى المتواجدون هنا خطر وباء الكوليرا لم تسجل الإحصاءات بحسب الجهات الرسمية في المستشفى حتى الآن حالة وفاة واحدة فهل تنتظر الحكومة وقوع وفيات حتى تقوم بدورها في الاستجابة لمناشدات هؤلاء المرضى وإنقاذهم من مرض لم يعد له وجود إلا في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر